لك يا حسين بكل يوم ناعية وبكل أرضين للمصيبة واعية وبكل صدر جمرة وقادة ومدامع من كل عين جارية بأبي وأمي والبنين ومهجتي وجميع أهلي يا حسين وماليا وأتيت بابك يا حسين مسلما سلام على الشيب الخضيب السلام على البدن السليب السلام على الشفاه الذابلات شلون قلوبكم متوجرة لكن عدكم أونس لما شفتون المآتم مفتوحة ندخل إنواس النبي إنواس الزهران إنواس أمير المؤمنين شايف الدنيا ماتس وباليا وأتيت بابك يا حسين مسلما يا عبرة الباكي ونوح الباكي أمن الذي لك يا حسين قد التجى فنجى فنجى وأدرك ما رجى في الآتي قتلتك عطشانا عداك وسلبت حتى رداك فيالها من داهي كم مرة داشوا عليه بخيلهم كم مرتين داشوا عليه بخيلهم سلكر بلاء عن الخيول العادية في عاشرين وعلي قد كشف الغطاء ما يقول زين العبان في عاشرين وعلي قد كشف الغطاء عم صاد تكسير الضلوع الزاكي بعد ما تردوا يا شاعر قال وبيوم توديع الأحبة في الثراء يعني اقبال زينب اقبال المخدرات الخفرات وبيوم توديع الأحبة بالثراء داسوا على الجسد المطهر ثانيا يا ويل يا ويل لأشوف اعلام منشورة وصباح الدنيا تنا ليل عسرا سلول سالم ولدا ست بصدر الخ اشم ريحات حزن شايد كأنها من جمر الخيام وفي آذان ونين ونوح جن من عطش ليتام وحس لغيوم مليانة مطر لكن مطر هسهام يا نجمسهام خبرني عن أحبابي يا نجمسهام وين ملايك صاعدة تبشي وملائك نازل بالفرات وملائك وين يضعن حسين تفرش ذربه جناحات وملائك من على التلة تشق جيوبها حسرات وعلى مصرع أظلم ينوح وينتح بجبري هذه إلك ما آتم ناب والوالا وشوارعنا ومواكبنا ومن عاشور إلى عاشور ما جفت مدامعنا ولا من ناصر الدويب كل ذرب ما سامعنا وسواد محرم مخيم على تاج الزمان ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم نوروا قلوبكم وطيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين تمر السنين أيها الأحبة حرارة مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه تتوقد يوما بعد يوم وكأنها حادثة بالأمس على وجه المعمورة هناك شركاء معنا أيها الأحبة تساءلون ما سبب إصرار أتباع مدرسة أهل البيت على إحياء هذه الذكرى وكأنها حدثت بالأمس التاريخ مليء بالمعارك الطاحنة وبالأحداث التاريخية الأليمة على عدة جبهات لكن سرعان ما تطوى هذه الذكرى أو إذا ذكرت ذكرت يعني ذكر عادي مو مثل ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه مثل ما قالوا للإمام زين العابدين عليه السلام أما أنا لحزنك أن ينتهي حادثة في مطلع سنة واحد وستين للهجرة إلى اليوم الشيعة تحيي هذه الذكرى وما تخف الحرارة هم يأخذون المقياس من وين يقولوا تصير عند الناس فواجع حال الدنيا الله لا يفجعكم بحبيب بس كنا نفقد أحبة حال الدنيا أول ثلاثة أيام الفاتحة تشوف الحزن قوي في الأربعين يخف الحزن في السنوية إذا صارت السنوية وتمر السنين كثير من الناس تم نسوهم إذا ذكروهم الفاتحة وإلا خلاص يعني يصير الأمر تقليدي حتى لو أقاموا إلي مجلس مو مثل أيام الفاتحة إلا لإمام الحسين سلام الله عليه الفاتحة حتى ما تنكسر الحرارة ما تخف أما آن لحسنكم أن ينتهي إمامكم أربعة وثلاثين سنة ما تهن بمطعم ولا بمشرب إلا مزجه بدموعه إيش هالفاجعة هذه خوالي الإجابة عن هذا السؤال هناك عدة أوجه بس من أهمها وهذا المفترض العالم تفهمه خصوصا الشركاء معنا ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى من غير أتباع المدرسة لأنهم يقرؤون القرآن الكريم وحاديث النبي صلى الله عليه وآله والمفترض السير أمامهم أن بقاء الإمام الحسين سلام الله عليه مسألة غيبية الله عز وجل قرر نقطة آخر السطر كتب الله لأغلبن أنا ورسلي الغلب إلى هؤلاء لما تقرأ القرآن الكريم تشوف الله عز وجل عندما يذكر نبيه نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام نوح يسمونه أبو البشر الثاني الاعتبار أن الإنسانية انقرضت وانبعثت بعض الطوفان من خلال سفينته أبو البشر الثاني لما يخاطب الله بالقرآن الكريم وتركنا عليه بالآخرين سلام على نوح السلام بقاء السلام خلود فالله عز وجل وضع يده على الإمام الحسين سلام الله عليه هي فعلا معركة بين الحق والباطل الكل ما ينكرها أن الإمام الحسين يمثل جبهة الحق وأعداء الإمام الحسين يمثلون جبهة الباطل وإن كان البعض يغلفها بعدة تحليلات اجتهد فأصاب واحد اجتهد فأخطأ فإجمعهم أن الحق مع الحسين وأعداء على باطل النصر العسكري في ذاك اليوم إلمان إلى عمر بن سعد قتل الحسين سلام الله عليه لكن أسألكم النصر الحضاري إلمان إلى الإمام الحسين هذا اللي يتكلم عنه أحدى مقولات الإمام الحسين عليه السلام واللي البعض يتعجب منها الإمام الحسين عليه السلام عنده خروجه يقول ألا ومن لحق بنس تشهد ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح أي فتح أنت قتلت سبية النساء الفتح هذا اللي تشوف اليوم أيها المؤمن الفتح اللي تشوف اليوم هذا النصر الحضاري الذي يتكلم عنه الإمام الحسين سلام الله عليه والخلود كل من استشهد في ركب الإمام الحسين نال هذا الخلود لو ما ناله نال هذا الخلود فإيجي البعض تلما أشرنا أكو شركاء وعدنا على وجه المعمورة حتى ممن يشهد الشهادتين مو كلهم ينظرون إلى الإمام الحسين مثل ما تنظر أنت أنت الحمد لله أنا وياك على عقيدة ويقين أن الإمام الحسين ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه رسالة سماوية أخذ على عاتقه الإمام الحسين هذه الرسالة وعدنا من الأدلة والشواهد التأريخية النبي صلى الله عليه وآله يبكي عند مولده أمير المؤمنين يمر على كربلا صبرا أبا عبد الله الإمام الحسن يقول لي سلام الله عليك كأني بك تزدلف عليك ثلاثون ألفا وغيرها من الشواهد أنها ثورة وحركتها الغرائز وحركتها المشاعر والأهواء لا الإمام الحسين سلام الله عليه يسير وفق وحي السماء هذا عقيدتنا لكن البعض يقول لا الإمام الحسين وثورة في كربلا ما هي إلا نتيجة إلى تنازع قبل بني أمية وبني هاشم كانوا يتنازعون وفي كربلا هذا كان بعد نتيجة التنازع القارئ الباحث اللي يسمع قضية الإمام الحسين سلام الله عليه يعرف أن هذه الرؤية هذه النظرية ساقطة 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 وما إلى اعتمام لعدة أسباب من أهمها وأبسطها أن المهندس إلى المشروع المقيت اللي نتج عنه مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه لما وضع الرأس الشريف بين يديه إش كان يقول إش كان يتبجح أمام العالم يقول لعب يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا الحين معركة بدر معركة بين قبيلتين المسلمون كانوا ينادون الله مولانا ولا مولا لكم وقريش كانت تنادي أعلو هبل يعني معركة بين الحق والباطل معركة بين التوحيد والوثني هذه كانت المعركة وبعدين ترى سهلها علينا من يحتاج نبحث ولا شيء هو يقول لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل يعني معركة ضد النبوة معركة ضد الإسلام معركة ضد التوحيد فما هي نتيجة إلى تناحر قبلي لا لا يا مولاي استبعد هذه النظرية يجي آخر لا يغلفها بغلاف سياسي يقول لإمام الحسين طالب سلطة مزاجة نوعا ما شوية حاد لإمام الحسين وصار عنده تواصل مع أهل الكوفة وعدوه بالنصر فخرج من أجل السلطة الحين انتون كم سنة تسمعون على المنابر سمعتون في سنة من السنين أن الإمام الحسين سلام الله عليك خاطبه وكاتبه أهل الكوفة سليمان بن صردن الخزاعي وغير وغير من هؤلاء أن أقدم إلينا سمعتون أن وصلت كتب الكوفة في المدينة عشر سنوات الإمام الحسين إمامة عندنا بعض الدلائل التاريخي هي أن البعض خاطب الإمام الحسين يطالبه بالتحرك كان جواب الإمام عليه السلام كونوا أحلاس بيوتكم عشر سنوات يسأل واحد يقول ليش ما تحرك الإمام الحسين جوابها بسيط الغاية أيها الأحبة المعصوم أولى بتطبيق القرآن الكريم لأولى بتطبيق المعصوم هو ترجمان القرآن الكريم أساسا القرآن الناطق هو المعصوم الإمام الحسن عليه السلام وهو إمام الحسين في زمانه وقع على عهد لو ما وقع على عهد وقع على عهد عهود ومواثيق وقعوا عليها الإمام الحسن التزم بهالعهد طول مدة إمامته بعدين إيجا الإمام الحسين سلام الله عليه والطرف الثاني موجود على قيد الحياة التزم الإمام الحسين بنفس عهدي وميثاق الإمام الحسن يمكن واحد يجي يقول ليش دينا الطرف الثاني ما التزم بالعهد ترى أهل البيت أيها الأحبة عدهم رسالة في غاية الروعة أن أخلاقياتنا مع العدو كمع الصديق مع العدو والصديق ما تختلف تعاملنا مع العدو ومع الصديق ما يختلف المفروض يكون مسلكنا القرآن يكون منهجنا أهل البيت يكون منهجنا من خلال النبي صلى الله عليه وآله القرآن الكريم يقول إن العهد كان مسؤولا يجي الإمام الحسين وهو ترجمان القرآن الكريم يخون هذا المبدأ القرآني حاشا لله هو تطبيق القرآن الكريم ما علي الآخر ما طبقه كيف فالإمام الحسين عليه السلام خلال عشر سنوات هذا كان مسلك بعدين عندما أعلن رفضه للبيعات جمع العائلة الكريمة في 27 رجب من سنة 60 للهجرة وارتحل إلى مكة المكرمة وصل إلى مكة في ثلاثة شعبان سنة 60 للهجرة بعدين وصلت أخباره أخبار الإمام إلى الأمصار بدأت الكتب تأتي إلى الإمام الحسين هذه واحد اثنين وهذا جواب مو إليك أنت أنت على العقيدة وبين الحمد لله أن المعصوم ما يتحرك من خلال الرغبة والشهوات مثل أنا وأمثالي المعصوم تحرك من تحرك وحي السماء لكن لما نقرأ الإمام الحسين عليه السلام الإمام الحسين كان عايش في أي بيئة البيئة التي يعيش فيها كل إنسان تأثر عليه بأبه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أبه فما ظلم من هو والده؟ النبي صلى الله عليه وآله هو يقول حسين مني وأنا من حسين حسين مني وأنا من حسين ربين قوسين خلي ملاحظة أكل بعض شوفهم بدأوا يقولوا تعال هذول الشيعة يبالغون في محبتهم للحسين عدهم تفضيل للحسين على بقية الأئمة اللي يصطادون بالماء العكب وبعض الناس ينجرفون وراهم للأساء ليش ما يقيمون إلى النبي مثل ما يسوون إلى الحسين وإلى أمير المؤمنين وإلى الزهراء بس إلى الحسين شعدهم وإلى الإمام الحسين نقول لهم جوابها أيها الأحبة كالتاب النبي صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين اليوم أكبر وسيلة إعلامية لنشر مذهب أهل البيت تعاليم أهل البيت فيها عقائد وفيها قرآن وفيها حديث وفيها قصص وفيها كل شيء وين منبر الإمام الحسين سلام الله علي الإمام الحسين أكو أفضلية أكو خصوصية وأكو أفضلية النبي أفضل من الإمام الحسين أمير المؤمنين أفضل الحسن أفضل الزهراء أفضل هو يقول ليلة العاشر إلى زينة جدي خير مني أبي خير مني أمي خير مني أخي خير مني لما تكلم عن مصرع إلى زينة لكن أكو خصوصية إلى الإمام الحسين أنه وقع على صك مفتوح مع الله مثل ما وقع إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لكن إبراهيم الخليل ما فجع الابتلاء والامتحان كان إلى الإمام الحسين سلام الله عليه الفجائع كانت إلى الإمام الحسين سلام الله عليه لا أظن أنك عندما تلبس السواد أو تركب السواد أو أنا لابس السواد أجمل النبي وأجمل الإمام الحسين لا يا مولاي الإمام الحسين باقي بي وبغيري بعد وبدونا هو باقي الإمام الحسين لأن قدم عمل لله تبارك وتعالى واحدة من كلماته يقول ما الذي فقد من وجدك كل شي قدم لله تبارك وتعالى وما دام هالتضحية اللي كانت أعظم تضحية عرفتها الإنسانية حتى من غير أتباع المدرسة يسمون يوم العاشر من المحرم نكسة الضمير الإنساني لأن المقتول موسهل اللي قتلوا وياه موسهلين يقول الإمام الرضا عليه السلام ليس لهم على وجه الأرض شبيهون ماكو شبيه إلهم إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أتقى من أهل بيتي أفضل من في الوجود كانوا في كربلا فهذه التضحية وحجم التضحية العطاء اللي أعطاه الحسين لله كان غير محدود فجاءه الجزاء غير محدود فصار وسيلة انبعاث الدين المحمدي من جديد أكبر وسيلة إعلامية اليوم لنشر العقيدة والمذهب وأخلاقيات النبي والقرآن وين؟ منبر الإمام الحسين سلام الله عليه المنبر مو بس دمعة أنت تسمع في قرآن وتسمع في أحاديث وتسمع في موعظة وتسمع في عقائد جمح الإمام الحسين سلام الله عليه هو لذلك النبي يقول حسين مني وأنا من حسين بعثت من جديد من خلال الإمام الحسين سلام الله عليه وإلا روح بذمتك اقرأ التأريخ النبي خطبت جمعة واحدة مائلة ليش طمسوها؟ ليش حذفت من التأريخ؟ وين خطب النبي؟ وين أحاديث النبي؟ هو يعبر الإمام الحسين يقول لم يبقى من الدين إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيسة عيش كالمرع الوبير بسألك سؤال الحين أي سلطة أعظم من سلطة الإمام الحسين اللي حصلها؟ تقول لي طالب سلطة؟ لو خرج للدنيا يحصل هذا الذكر الإمام الحسين سلام الله عليه فكان جده النبي صلى الله عليه وآله النبي نزل عليه جبرايل يقول لي يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك هذه مفاتيح كنوز الأرض ولو شئت سيرت معك جبال تهاما ذهبا وفضة وإن ذلك لا ينقصك من حظك يوم القيامة مثل المقام التفت إليه النبي قال جبرايل وما بعد ذلك قال الموت قال الله خير في هذه الدنيا دعني أجوع يوم وأشبع يوم يا جبرايل إذا هذه حال الدنيا الحسين يخرج من هذه السن خير بعد منه أبو أمير المؤمنين سلام الله عليه يستشهد سنة أربعين للهجرة يعني الإمام الحسين في ذاك اليوم عمره سبعة وثلاثين ستة وثلاثين سنة على اصطلاحنا رجل ملء السمع والبصر يسمع أبو على المنبر خليفة دولة مترامية الأطراف أمير المؤمنين يقول لو لا حضور الحاضر وقيام الحج بوجود الناصر وما أوجبه الله على العلماء من أن لا يقار على كذة ظالم أو سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم عندي أهوا من أفطة عنس هذا أبو أمير المؤمنين يقول والله إنها القطيفة التي خرجت منها بها من عند أهلي وإن خرجت بغيرها فإني سارق حاشاك يا أمير المؤمنين وأم الزهرة عليه السلام بنت سيد الإنسانية يقول لم يكن عندنا إلا جلد كرش ننضح عليه يقول نغرف منه ناضحنا بالنهار نعرف منه ناضحنا بالنهار وإذا جن الليل نفترشه أنا وعلي هذول ما للدنيا؟ هذول يتحركون للدنيا؟ لا يا مولاي تحركهم لرضا الله تبارك وتعالى عملهم لله تبارك وتعالى كل حركة وسكن من سكناتهم وحركاتهم لله تبارك وتعالى ذهو الإمام الحسين سلام الله يعني يجي واحد يقول هذا التمسك بالحسين دون غيره وتمسككم بأهل البيت عفتون المجالس وعفتون المنازل عشرة محرم خلاص أنتوا نذرتون حياتكم إلى ذكر الإمام الحسين من ما تم إلى ما تم من موكب إلى موكب وما تسمع عزية إلا توقف عليها بالبيت تسمع عزية في خارج البيت عزية شعركم وإيه أهل البيت نقول لهم حلنا تمسكنا بأهل البيت يا جماعة ما هو إلا تطبيق لمبدأ قرآني أوضح من الواضحات مبدأ قرآن نحن لما نقرأ سورة سبا الله يجي على ذكر الأنبياء هود صالح وغيره يسألونهم عن أجرهم الجواب كان شنو الأجر على من على الله تبارك وتعالى ماكو أجر ثاني بعد الأجر على الله إلا النبي في سورة الشورى لما سئل عن أجره كان الجواب الله عز وجل بلسان نبي يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة مبدأ قرآن هذا مبدأ قرآن واضح أيها الأحبة المودة تعني المحبة والمحبة بس يعني توقف عند المحبة لو إليها بعد أبعاد ثانية لا إليها أبعاد ثانية التفت وياه الله تبارك وتعالى يخاطب الناس بلغة العقود لغة العقود ما تقول لغة العقودة؟ تقول إن المحبة لمن أحبه مطيعه هذه لغة العقودة المحبة يعني الطاعة أن تسير على منوالة أن تسير على مسلكة أن تعمل بعملة هذه هي المودة ممكن يأتي واحد يقول هذه من وين إليكم؟ أقول لي من القرآن الكريم القرآن الكريم والبعض يأخذ آية المودة ويترك بقية الدلائل القرآنية تعالوا التفت وياه سورة الفرقان الله تبارك وتعالى بعد يتحدث بلسان نبيه شي يقول؟ يقول قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيل الأجر اللي سأل النبي الأمة شنو؟ مودة القربة وبإجماع المؤرخين القربة لما سئل النبي قالهم علي وفاطم وابناهما بمعنى آخر أيها الأحبة أن من أراد أن يسير ويصل إلى سبيل الله تبارك وتعالى ويحصل الأمن والأمان في الدنيا والآخرة عليه أن يسير على طريق محمد وآل محمد بعد بعد خاتمتها أيها الأحبة مسك الختام في القرآن الكريم الله عز وجل في سورة سبق بعد بلسان النبي صلى الله عليه وآله شي يقول؟ يقول قل ما سألتكم من أجر فهو لكم مووو إحياءنا الذكره هو حتى أقول لك الحسين باقي بي وبغير يعني مو محتاج من الحسين يقول ما الذي فقد من وجدك هذا ولا مو بحاجة إلى أن الإمام زين العابدين عليه السلام يدخل إلى المسجد في يوم من الأيام وكان والي المدينة موجود وحاشيتها موجودة التفت إلى حاشيتها قال من أفضل الناس؟ قالوا أنت حاشيته قال لا أفضل الناس الداخل إلى المسجد الإمام السجاد عليه السلام قالوا إلى كيف؟ قال هذا الذي يحب كل الناس أن يكونوا منه ولا يحب أن يكون من أحد كل الناس يتمنصير مثل أهل البيت سلام الله عليهم أي مودة وطاعة أهل البيت هي مو حقهم حقنا إحنا لأنك إذا أردت أن تصل إلى الله من خلال أهل البيت سورة الفرقان إلا جبناها إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فهذه محبة أهل البيت توصلك إلى هذا المكان لا سيم الإمام الحسين سلام الله عليه قتيل العبرة ما ذكرني مؤمن إلا استعبار ما ذكرني مؤمن إلا استعبار اللي صار بقاء الدين بديمه الشريف من من حره إن كان هذا يرضيك فاخذ حتى ترضي إذا الدين بيبقى بهالصورة خالها تسلب النساء تقتل الأطفال تقتل الرضعان بس يبقى هذا الدين التفت الإمام الرضع إلى ابن شبيب فيها اليوم قل لي يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيب فابكي على الحسين ابن علي فإنه قتل فإنه ذبحي كما يذبح الكابش وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلا ليس لهم على وجه الأرض شبيهون ولقد بكت السماوات السابع والأرض لقتلك أي عين لا تبكي عليك يا أبا عبد الله أي عين ما تبكي يقول أنا عبرة المؤمنين ما ذكرني مؤمن إلا استعبار واسأل روحك عام من البارحة وإنتون طالعين إلى الماتم أعيونكم ومعلقة بالسماء ها بين إهلاله لو ما بين شعدكم ويا الإهلال إحدى عشر شهر تمر عليكم ما عادي يسأل عن الأهل بعض الأهل يدخلونه بفرح وبسرور إلا هالإهلال داخل علينا بزلزلة داخل علينا بمصيبة شي يقول يلا خلينا نبدأ خلينا نبدأ مأجور مأجور وأنت ما تحتاج تهيئة أصلاً لسنة إلا عام تمرون على الماتم مبند في وجوهكم السنة الحمد لله شفناكم ودخلنا إلى الماتم القراءة بل إياكم صدقني ما تسمع إذا أنت تبكي وفلان يبكي واساعدني وأساعدك هني تحقق المبدأ يا مولاي يلا نبغي وانا خفيفة وحتى ندخل إلى المجلس وعبرا نتوفق بيها أنا وإياك إن شاء الله هلّة شهور 11 ما حد سمع زلزالة هالشهر كل من يصراخ عاشور هل بس ما يهل المحرام فاطمة الكبرى تشوفة تصيح انتهض يا عمي هلال المحرم شوفة هل بس ما وذكرني دخلت خوات الكوفة دلصب يا عمي الماتم عاشور يا عمي يا مانفوس تلفت يا معمار قصفت يا ماشموس غابت يا ماجمار خسفت جملة بيار قعزنا بالغاضرية اللفات دلصب يا عمي الماتم عاشور قال هيا فاطم سكتي بس عاد ذوبتيني سبي العقيلة زينب بين الكفر يكفيني عين عمت من نوحي وكل ساعة هتناديني دلصب يا عمي الماتم عاشور عاشور هل الهلال عاشور هل الهلال هل التعنوع محمد من شاف هل الهلال قولون هل محرام واقبل لنا بحزانه حزني على سلطاني وانشال ومشاب شبانه قاصد اراض الغرباء واظلم علينا وطانه وبجي التحن بداري عاشور جعلوا إليه تصفر وانت بعد تسليهم قالهم فلا أتصفر ولنصب ما أتمليه شبان راحوا عني هي هاتني أشلي وعظم علي الليل عاشور أجركم الله أحسن الله لكم العزاق إذا هذا حال الشيعاء سوتون الماتم الطرقات البيوت الأمهات ألبست أولادها السواد من البارحة إذا طفل أو طفلة بيطلع من البيت أمو لابس السواد الجودة أمه على الباب ولدي وين رايح قال بطلعي أمه قالت وين السواد لا يكون ناوي تخجلني وين يا أمه إذا هذا حالكم الشاعر يقولوا إيش حال الزينب لما طلع عليها الهلال إنت ما شفت الحسين ولا سمعت الحسين هذه كل شافة مربط بالخيول ومرت على جسد جثة بلا راس لما بين عليها هلال يوم حرام يقول الشاعر قامت تدخل من حجرة وتطلع من الثانية ولما إجت إلى حجرة الحسين قعدت على الباب عيونها معلقة بالسمى زينب الطالع الهلال كأنه مكسور قامت تتونه دمعتها تجري عاد زينب تقول شهار عاشور يا ابن أمي أولي يهيج قلبي يهلال يذكرني بمصاب اللي نعمت عيني من أهوال أشوفك من حني يهلال واذكر مهجة الزهر يوم اللي على العباس وقف من حني ظهر بعد قالت يوم احنا للمثل بشلعة وطاح بالغبرة يتلوى حبيب ويتعفر على الرمال أعظم 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 على قلوبكم أعظم زينب هذا بساير أيام محرم إذا جئلت يوم عاشور شو تسوي زينب يوم العاشر ويش تسوي زينب قالت والله واذا عاشر لفا يوما أبت مدت على الرمض من بظلال واذا عاشر لفا يوما أبت مدد على الرمض وببت شلين رض بالخيل ربا من بعد ربا أنا والله شفت هدوسه ومن سيت هالمنظر ولا لحظة أتالي هرحت عنا سفية فوق ميال عيدة عيدة لأن أنت تتصور حال زينب واذا عاشر لفا يوما أبت مدد على الرمض وببت شلين رض بالخيل رضا من بعد رضا شفت هدوسه ومن سيت هالمنظر ولا لحظة أتالي هرحت عن ناس سفية فوق ميال عندي بعد كم بيت وأسألكم الدعاء بس أبغي أخذ رخصة من اللي فقدوا أحبه ودفنوهم السماء فقدنا أحبه على يميننا وعلى شمال لكنا نشوفهم هذول الأحبه اللي فقدناهم كانوا بخاطرهم بودهم بعد يحضرون محرم يشوفونكم والمآتم مفتوح يقولون الله يا بختكم فتحوا لكم المآتم السماء يقولون لكم لا تنسون نعال اشعدهم اللي فاقدين هم هاليوم شي خاطبون يقول إذا جاءكم محرم وأنا مدفوع والله مدفوع ذكروني بكل مجلس تنوح علي يشهد البار والحسن أحب المات ودمعات بالعين وعند الدمعة بكنوز الأراضي بحب حسين والله القلب مجنو هذا بيهيجكم بيحرككم شوية وياي مأجور مأجور وانت وانت ترى اليوم ما تبغي تهيئة حضورك المات هو تهيئة لك الفاقدين يعذرون نعاد على هالبيت ش عندك يا شاعر قال إذا جيت السواد تركبون لأيام الحزن وتقبلون ذكروا هل جرت حسر عيون أتمنى هالسنوية لي خدمون ذكروني ذكروني بكي العبرة وفجيعة إذا العباس طاح على الشريعة وإذا جبت للجاس مشموعة وعليا ترحموا كلمات وأن بيت الدعاء بيت الدعاء أمانة أمانة بليلة العاشر ظهرا وحق قلب العطش مقطوع محرا وفي قلب السهام ومرضوب صدرا وراس على الرما يشفع اللي تدعو 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 من عزية من عزية إلى عزية تقول تقول أنا الوالدة والقلب لفا تدعو أني الوالدة يحسن يحسن يبني يمن راك فباحك نبحني عزيني في بني يلتح بني يعزيني في بني في بني يلتح بني تدعو تدعو تدعو